بعدما فشلوا في إدارة ثروة العراق المائية فجفت أنهار العراق بسبب تحويل إيران مجاري بعض الأنهار والروافد العابرة للحدود لتصب داخل أراضيها بدلا من إمداد نهر دجلة بالمياه يتجهون نحو بناء عشرات السدود في الصحراء علها تحفظ بعضا من مياه الأمطار تمهيدا لاستخدامها بعد ذلك اللافت في الأمر أن العراق مصنف ضمن الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية وقد أدت هذه التغيرات إلى موجة جفاف قاسية قلصت المساحات الزراعية في البلاد وتسببت في هجرة الفلاحين والرعاة من مناطقهم بعد نفوق مواشيهم وبحسب خبراء البيئة فإن الصيف المقبل في العراق قد يكون الأكثر جفافا في تاريخ البلاد بسبب ندرة المياه في الأنهر الرئيسة والفرعية وبسبب قلة الأمطار الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة عن جدوى إقامة سدود لحفظ مياه الأمطار في بلد يعاني من ندرة الأمطار أصلا ويملك العراق حاليا عشرات السدود لتجميع المياه في مختلف محافظاته وبسعات تخزين ضخمة إلا أنها تعاني من الإهمال وتراجع سعتها التخزينية بسبب تراكم الترسبات الطينية خلف السدود وعدم قيام السلطات المعنية بعمليات تطهير لبحيرات السدود وتعميق لمجار الروافد التي تمدها المياه ما يهدر كثيرا من ثروة العراق المائية دون جدوى ناشطون بيئيون يقولون أن حديث حكومة السودان عن تشيير سدود جديدة يعد تهربا من المشكلات التي تدمر قطاع الزراعة وتهجر آلاف السكان مؤكدين أن فشل وزارة الموارد المائية والجهات الحكومية المعنية بأزمة المياه دفعها إلى التفكير بحلول السماء والاعتماد على الأمطار بعدما فشلت في تقديم حلول أكثر واقعية لما يواجهه العراق من أزمات متفاقمة ترجمة نانسي قنقر